في البداية وبعد مرصيم الاستقبال ورفقة لواء جمال عروسي نائب قائد الناحية العسكرية الثانية وقف السيد اللواء السعيش نغريحة بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى بوجنان حمد المدعو سعباس الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهر وبمقر قيادة الناحية عقد سيد اللواء لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية حيث ألقى كلمة توجيهية استهلها بتبليغهم تهاني وتشجيعات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال زيارته الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود الحثيثة التي يبدلونها يوميا لسيما خلال الأزمة الصحية التي مرت بها بلادنا في المدة الأخيرة عقبات تفشي فيروس كورونا مما سمح لبلادنا باشتياز هذه الأزمة بسلام أود بهذه المناسبة أن أنقل إليكم ومن خلالكم إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي تهاني وتشجيع السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني خلال زيارته الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود الحثيثة التي تبذلونها يوميا في مواجهة كل المخاطر والتهديدات وعلى جهودكم المضنية التي بذلتموها بكل تفاني وإخلاص خلال الأزمة الصحية التي مرت بها بلادنا في المدة الأخيرة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث سهمتم بفعالية أنتم في إقليم النحية العسكرية الثانية وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي في مكافحة هذا الوباء وإسناد المنظومة الصحية الوطنية مما سمح لبلادنا من اجتياز هذه الأزمة بسلام وهي اليوم على مشارف استئناف الحياة الاقتصادية الوطنية والعودة التدريجية للمواطنين إلى حياتهم الطبيعية السيد اللواء أكد أن كافة هذه الجهود دليل قاطع على متانة الرابطة القوية بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة ومواطنين من جهة أخرى وهو الأمر الذي لم يرضي بعض الأطراف الحاقدة مشيرا إلى أنه ولإفشال كافة المحاولات الخبيثة المعادية يتعين على كل الخيرين في بلادنا بذل قصار الجهود من خلال رص الصفوف وحجد كافة الطاقات الوطنية وتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية الضيقة وحث كافة الفاعلين على الساحة الوطنية على الالتفاف حول قيادة البلاد وما هذا إلا دليلا قاطعا على متانة الرابطة القوية بين الدولة ومختلف مؤسساتها من جهة ومواطنين من جهة أخرى ومن دون شك فإن هذا التمسك وهذا التلاحم لم يرضي بعض الأطراف الحاقدة التي لا زالت تجد صعوبة في تقبل حقيقة انبعاث جزائر جديدة وديمقراطية قوية بمؤسساتها معززة بجيشها متمسكة بهويتها ومبادئها الوطنية فخورة بتقاليدها سيدة في قراراتها مزدهرة ومستقرة وعليه يتعين على كافة الخيارين في هذا البلد المروية أرضه بدماء الشهداء بذل قصار الجهود والعمل على تظافرها لإفشال كافة المحاولات الخبيثة المعادية من خلال رص الصفوف وحشد كافة الطاقات الوطنية وتقديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية الضيقة وحث كافة الفاعلين على الساحة الوطنية على الالتفاف حول قيادة البلاد وإنني على ثقة كاملة في نجاح هذا المسع الوطني المخلص والغيور على الوحدة الترابية والشعبية وتجاوب الأكيد لكافة شرائح شعبنا الأبي الذي رسم خلال الأزمة التي عشتها بلادنا في الفطرة الماضية بسبب جائحة كورونا أروا صورة التضامن والتكافل الاجتماعي وبرهن مرة أخرى على نقاوة معدنه وأصالته وتمسكه بقيمه الوطنية وقدرته الهائلة على الصمود في الشدائد والأزمات والأزمات yes